قطر منه على اساس بيع النفط والغاز يبحث الان عن فرص جديدة لتحسين اقتصاده يعتقد معامل المكهز المالي القطري الشيخ عنود التهاني ان اقامة هذا الحدث في بلاده سيحقق رخاء اقتصاديا كبيرا ومن المتوقع ان يتوجه حوالي مليوني متفرج الى قطر لمشاهدة الالعاب الامر الذي سيحقق نموا في صناعة السياحة والغذاء في البلاد تقدر قطر الفوائد قصرة المدى لكأس العالم بحوالي عشرين مليار دولار لكن الفوائد الحاصلة من بناء البنية التحتية ستستمر لعقود نظراتنا على احصائيات كأس العالم عام الفين وثمانية عشر والتي كانت بحسب الخبراء من اغلى الفترات في تاريخ المونديال هي تأكيد جيد على ذلك خلال هذه الالعاب اصلت روسيا على دخل يساوي واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ساهبت البطولة باكثر من اربعة عشر مليار دولار في الناتج المحلي الاجمالي لروسيا وانتج كطاع السياحة وحدهما بين أربعين وسبعين مليار روبلين خلال كأس العالم تتوقع هذه الدولة الصغيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة الآن نمواً اقتصادياً كبيراً من استضافة كأس العالم عام الفين واثنتين وعشرين وبحسب رئيس النجنة المنظمة لبطولة المونديال فإن القطريين يتطلعون إلى ربح يقارب عشرين مليار دولار من هذه الاستضافة يمثل هذا الرقم أحد عشر بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر في عام الفين وتسعة عشر والواضح أن قطر بذلت قصار جهدها لاستخدام كأس العالم لكرة القدم لتطوير قوتها الناعمة واقتصادها وسياستها وهي سياسة أدركها السياسي أبدوحا جيداً ترجمة نانسي قنقر